خلونا ناخد تليفون مهم دكتور عادل علي فهمي نائب رئيس هيئة البترول والمشرف على اتفاقيات البترول سابقا مساء القير يا فندم يا مساء النور أهلا بساعدتك يعني أباتشي أكبر شركة بترول وغاز مع بعض في مصر شغالة مش كده ولا في حاجة بالنفس الحجم الأعمال لا هي بالنسبة للبترول هي يعني من أكبر الشركة آه أنا بتكلم على الاثنين مع بعض لكن طبعا إيني الغاز الطبيعي طب إيه تصور ساعدتك للخطط التوسعية لشغلها طبعا مصر بكر وواعدة والحمد لله إن إحنا يعني ما مشيناش خطوات جيدة دلوقتي الناس بتشمشم على حتة فيها بترول أو غاز بعد الجنان بتاع أسعار الطاقة رغم وجود طاقة بديلة يعني خلينا نقول بس الأول ليه شركة أباتشي شركة أباتشي الحقيقة من الأكبر الشركات العاملة في مصر والحقيقة الشركة دي بقالها حوالي 30 سنة من سنة 94 وهي شغالة في مصر ودي يدل على ثقاتها في إن استثماراتها هتروح لمكان ممكن تستفيد هي منه وإحنا نستفيد طبعا الحاجة الثانية هي دلوقتي عندها حوالي 23 منطقة 19 منطقة بينتجوا وفيها 21% هي بتنتج 21% من إنتاج مصر تقريب فأنا عاوزين نزود الإنتاج هنزود الإنتاج بزيادة تستثمارة وده التيات الرئيس بيشجع عليه بيشجعه هل اتفقنا على بترول بس؟ نعم هل اتفقنا على إنها توسع بترول بس ولا تدور برضو بترول وغاز؟ لا طبعا هي أكيد لما بتيجي تدور هي بتدور في مناطق مناطق السحرة الغربية في مناطق نقدر نقول أغلبها بترول إذية بترول إذية بترول إذية لكن الغاز برضو موجود ولكن بكميات أقل شوية من الإنتاج فهي دلوقتي عندها 14% من جملة تحتياتي بالنسبة للمطر يعني فهي دلوقتي المفروض إنها هتزود الاستثمارات تحفر قبار أكتر تنتج أكتر تزود لنا الاحتياطي برضو الإنتاج والاحتياط وده مهمة أو في الفترة اللي احنا فيها دي تمام طب هل يا فندم نقدر نقول حجم استثماراتها الآن في مصر كام مثلا؟ هو طبعا هو أنا يعني ما عنديش أرقام دقيقة ولكن هي بالتقريب كده حوالي نقول مثلا أرباء ثلاثة ومصف مثلا مليار دولار وهي حتزود مثلا واحد ونصف رقم ضخم جدا لأنه معروف إنه معروف إنه هذه الشركات العابرة للقارات بتعمل كل حاجة لغاية لما تلاقي وساعات تحفر وما تلاقيش وكل بيسموها إيه التقديرات السزمية والتحليل والأبار الاستكشافية كل ده على حسابها طبعا أه طبعا على حسابها وبس هي الميزة بقى في شركة أباتشي الشركة دي أولا عندها تكنولوجيا عالية جدا أي تستخدم تكنولوجيا عالية جدا في البحث والاستكشاف والميزة إن هي عندها خبرة عندنا في مصر هنا 30 سنة أي فعندها معلومات قيمة جدا عن الزيولوجيا طبعا عن طبيعة التربة والأماكن المحتملة طبعا طبعا إحنا دي كويسة إن إحنا نستغل الفرصة دي إن إحنا نحاول إن إحنا نكتشف نكتشف مناطق جديدة فيها زيت وبترول ولا أنا بشكر ساعدتك فندم دكتور عادل علي فهمي رئيس نائب رئيس هائلة البترول السابق والمشرف على اتفاقيات البترول السابقة